أطلت الشمس خلصة لتكشف عن أضرار الموجة الأولى من منخفض جوياً ألحق أضراراً بمخيمات اللاجئين السوريين هنا في محافظة البقاع شرق لبنان أغرقت الأمطار الغزيرة خيام اللاجئين وحملت ساكنيها مزيداً من الأعباء والله نبارع بعد ما ازدادت كمية الأمطار هنا يعني اضطرت أكثر من 18 للعشرين عيلة مغادرة خيامهم على الخيام المجاورة مثل الخيام هاي فيها أكثر من 8-9 أشخاص دخلت عليهم الماء الغراض راحت السفنج الكل صار غير صالح يعني وكما هو الحال في كل الأزمات ينتظر اللاجئون جمعيات إغاثية لتقديم مساعدات في بلد يعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية اليوم تم توزيع مساعدات عبارة عن 20 لتر مزوت لكل عائلة بالإضافة لحرامات وبعض الفرشات على العائلات ونحن نقوم الآن بجولة على العديد من المخيمات تحضيراً للعاصفة بتوزيع مدافئ بالإضافة لمادة المزوت والحصص الغذائية حالة ترقب لمنخفض جوي أشد قسوة أطفال يلهون وأهل تتناوشهم المخاوف وساحات يخشى أن تجرفها سيول ومعها أسقف من قماش ونيل مشهد المخيمات هنا بات مألوفاً فهو من عمر الثورة السورية وفي كل عام يحل الشتاء ضيفاً ثقيلاً والخير ينقلب على اللاجئين مآز اجتماعية وحياتية علي رباح العربي مخيم تربل الفعور شرق لبنان